في الفيديو السابق كان لدينا كتلة مقدارها 10 كيلوغرام موضوع على سطح مائل يميل بزاوية 30 درجة عن الأفقي ومن أجل معرفة ما سيحدث لهذه الكتلة حلنا قوة الجاذبية الوزن على هذه الكتلة إلى مركبة موازية للسطح المائل ومركبة عمودية للسطح المائل والمركبة العمودية نحصل على 49 مضروبا في الجذر التربيعي ل3 نيوتن للأسفل 98 مضروب بهذه القيمة هنا للأسفل وكما نرى لا نرى هذه الكتلة من الثلج تتسارع للأسفل إلى هذه الحافة لأن الوتد يمنعها لذا يجب أن تكون هناك قوة معاكسة تمارس وكأنها وتد للكتلة والقوة المعاكسة هي قوة التلامس العمودية المؤثرة على كتلة الجليد وهذا بالطبع عكس قوة الجاذبية في هذا الاتجاه قوة التلامس العمودية هي قوة التلامس العمودية للوتد وهي بالكامل توازن بعضها البعض باتجاه العمودي وهذا السبب الذي يجعل الكتلة لا تتسارع في ذلك الاتجاه أو في هذا الاتجاه فوق هنا ولكن واحدة من قوة الجاذبية التي تبدو أن لا تأثير لها على الأقل وضعنا مسألة في آخر هذا الفيديو هي قوة الوزن المركبة الأفقية التي توازئ سطح المائل وحسبت لتكون 49 نيوتن إنها بضرورة وزن الكتلة مضروب بجيب هذه الزاوية وكما نرى إذا كان لا يوجد قوة أخرى فإنها سوف تتسارع بهذا الاتجاه وسنحسب معدل التسارع سنأخذ القوة في ذلك الاتجاه ونقسمها على الكتلة للجسم وسوف نحصل على 4.9 متر لكل ثانية تربيع ولنقول أن هذا لا يحدث لكن الكتلة في هذه الحالة ثابت والآن على سبيل الجدل لنفرض أنها ليست ثلج أو جليد دعنا نفترض أن كلهما من الخشب والآن فجأة لدينا الحالة التي تكون فيها كتلة ثابتة ساكنة إذا كانت ساكنة ما الذي يحدث في هذه الحالة ونحن حددنا إذا كانت لا تتسارع في الاتجاه العمودي فإن محاصلة القوى عليها تساوي الصفر لكن إذا كان الجسم ساكن في جميع الاتجاهات إذن يجب أن تكون القوى المحاصلة الموازية تساوي الصفر لذلك يجب أن تكون هناك قوى تعاكس 49 نيوتن إذن يجب أن تكون هناك قوى معاكسة لمركبة الوزن التي تود تحريك الكتلة أسفل المنحدر وسؤال ما هذه القوى التي نتعامل مع هذه الحالة الآن نحن نتعامل مع كتلة ساكنة كتلة لا تتسارع إذن ما هذه القوى أعتقد أنك علمت من تجربة ما الفرق بين كتلة من الخشب على سطح خشب وكتلة من الثلج على الجليد كتلة من الثلج على الجليد أكثر انزلاقا لا يوجد قوة احتكاك بين الثلج والجليد لكن يوجد احتكاك بين الخشب وسطح الخشب لجعله أكثر نعوم علينا صنفرته بورقة الصنفرة عندما سيكون قليلا أوضح القوة التي تمنع الجسم من الانزلاق للأسفل في هذه الحالة هي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك ستكون دائما في الاتجاه المعاكس للحركة إذا كان لا يوجد أي احتكاك أو تسارع محتمل إذا كان لا يوجد أي تأثير إذا ما قوة الاحتكاك في هذه الحالة؟ جيد هذه الكتلة ساكنة إنها لا تتسارع أسفل المنحدر قوة الاحتكاك المؤثر عليها ستكون 49 نيوتن لأعلى المنحدر الآن أريد أن أفكر هذا شيء يحدد بالتجربة طالما لديك طريقة ما لقياس القوة يمكنك القيام بذلك بشكل تجريبي لكن السؤال المثير هنا هو كم يمكنني دفع هذه الكتلة؟ عندما تبدأ بالحركة من المنحدر دعونا نقول أنك تستطيع تحديد ذلك بالتجربة إنك تستطيع إضافة واحد نيوتن على هذه إذن إنك تستطيع إضافة واحد نيوتن على هذه ومن المفاجئ أنني أحصل على صندوق يبدأ بالتسارع للأسفل ليس بالمعدل الذي تحركه ولكن أستطيع أن أجعلها تبدأ بالحركة إذا أعطيت قوة مقدارها واحد نيوتن في الاتجاه الموازي الأفقي إذن ما القوة الكلية؟ بالضبط واحد نيوتن حيث أن القوة الكلية التي تؤثر عليه ليبدأ بالحركة سأسميها القوة المزحزحة القوة المزحزحة وتذكر هنا ليس أمر تقليدي القوة المزحزحة فصاب بي القوة المزحزحة التي إلى الاتجاه الأفقي إذا أضفت واحد نيوتن في ذلك الاتجاه وإنها ستكون حقيقة تسع واربعون نيوتن من خلال مركبة الوزن في هذا الاتجاه إذن القوة المزحزحة هي 50 نيوتن والأمر المثير أنك تستطيع تحديد بالاعتماد على المواد المتداخلة ببعضها البعض ما مقدار القوة التي تحتاجها ليبدأ الجسم في التغلب على قوة الاحتكاك في هذه الحالة إنها القوة المزحزحة وهذا المبدأ إنها نسبة ممتعة عندما تحصل على المواد النسبة بين مقدار القوة التي تحركه ومقدار القوة بين الجسمين إذن ما مقدار القوة التي تؤثر على كل منهما في الآخر وفي هذه الحالة مقدار القوة المؤثرة بواسط الوزد على الكتلة هي قوة التلامس العمودية وتساوي 49 ضرب الجذر التربيعي لثلاث ربما يجب أن أحسب مقدار القوة قوة التزحزح مقسومة على مقدار القوة في هذه الحالة إنها تساوي 49 ضرب الجذر التربيعي لثلاث مقسومة على مقدار قوة التلامس العمودية وتساوي 49 ضرب الجذر التربيعي لثلاث وهذا ما نسميه معامل الاحتكاك السكوني معامل الاحتكاك السكوني سوف نستخدمه أكثر وضوحا في مسائل أخرى ولكنه يميل أن يطبق على جميع المواد المختلفة في المستقبل إذا كان لديك كتل مختلفة وسطح مائل مختلف ولكن لديك مواد متشابهة بإعطاق قوة التلامس العمودية بإمكانك حساب قوات التزحزح تستطيع تحديد كم تحتاج من القوة لإضافتها إذا علمت ذلك فإنك ستقتشف ذلك تجربيا إذا ماذا ستكون القيمة في هذه الحالة لديك 50 نيوتن مقسومة على 49 مضروبة في الجذر التربيعي لثلاث دعنا نقوم بحسابها إذا لديك 50 مقسومة على 40 ضرب الجذر التربيعي لثلاث تعطي 0.72 إذن 0.72 هذا هو وعندها تستطيع سخدام هذه المعلومات هذا معامل الاحتكاك السكوني هذا معامل الاحتكاك السكوني coefficient of static fraction نسميه معامل الاحتكاك السكوني نهاء تتعامل مع نسبة قوة الاحتكاك إلى قوة التلامس العمودية أعتقد أن القوة التي تتغلب على قوة الاحتكاك في اليمين هناك أغلبية الاحتكاك يحصل بين جسمين من مادتين عندما يكون الجسم الساكنا سأقوم بعمل فيديو كيف يكون هذا مختلف عندما يكون الجسم الساكنا إلى أن يتحرك ولكن لماذا معينة؟ على الأقل ملاحظة العامل المختلف معامل الاحتكاك عندما يكون جسم ساكنا مقارنة عندما يتحرك إذن سأتركك هناك في الفيديوهات القادمة سنستخدم معامل الاحتكاك أو لحساب معامل الاحتكاك لحل مسائل أخرى